اشتركوا في القناة ملفية الابكار واعتبار معشوط الثاني للابكار الفطابين من المسافة الى 1500 متر هي مسافتها المقررة في هذا الانطلاق الجميل اعوح مع المركز الاول انطلقت هناك امر موقة ناصر بن حمد بن راكان الوهيبي ينطلق مع المركز الاول المركز الثاني راهية ناصر بن مسعود الدويكي على المركز الثاني المركز الثالث خلابة اسعد بن سعيد العامري على المركز ايضا الثالث والمركز الرابع الشاني محمد بن احمد الوهيبي المركز الخامس القادم دلمة علي بن عبدالله الوهيبي هذه النتيجة للخمسة المراكز الولى المنطلقة اعود مع المركز الاول والعود احمد مع الصدارة مع الغيادة هذا الشوط انطلقت هناك الشانية محمد بن احمد الوهيبي ينطلق مع المركز الاول منطلقا في هذا الشوط باحدا عن المركز الاول بهذا التحدي الجميل والتحدي المثير المركز الثاني القدوم من راهية ناصر بن مسعود الدويكي على المركز الثاني المركز الثالث القدوم من الاسماء المشاركة بشعر بالراكان المتقدم على المركز الثالث لكن اروح مع الصدارة اعود مع المركز الاول انطلقت هناك مع الصدارة هذا الشوط التنافس الثنائي من اجل الناموس والانتصار راهية يا راهية ناصر بن مسعود الدويكي ينطلق بقيادة راهية مع احد اشواط الابكار مع المركز الاول تهانين والناموس لمالك راهية ناصر بن مسعود الدويكي الذي تحدى في هذا الشوط وانتزع هذا الشوط المركز الثاني كانت هناك مع المركز الثاني بقيادة ايضا الشاني محمد بن حميد الوهيب المركز الثالث بشعار ناصر بن حمد الوهيب مع مرموقة توقيتنا الزمن ديكي كتيرو سبع هو التوقيت الزمن اللي هذا اشوط